وصفتي اليوم شاورمة عربي عملها بطريقة سهلة بسيطة خالص وبجد بجد الطعم بيطلع تحفة جدا بجد جربوه على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم زي ما بيعملوها في المطاعم زي ما وحنا كمان بنطلبها بجد طريقتها سهلة بسيطة جدا قلت ليه ما نعملهاش في البيت عملت لكم قبل كده خبز الشاورمة او خبز التورتلة او خبز الصاق زي ما بتسموه بجد بيطلع لذيذ الشاورمة كمان اليوم تطلع لذيذة جدا وكمان هعمل لكم مخل للخيار السريع ان شاء الله يارب الوصفتين يعجبوكم وتجربوهم يلا بينا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ مقادير الشاورمة بسيطة جدا جدا هكتبها لكم طبعا في اخر الفيديو وفي صندوق الوصف بإذن الله اول حاجة بحطها الزبادي بحط عصير اللمون بحط كمان الخل بحط بهارات الشاورمة وكمان هحط معلقتين كبار من زيت الزتون لان انا حط صدور بس فبيطريها ممكن كمان تستخدموا الصدور او ممكن تستخدموا الوراك زي ما بتحبوا طبعا تستخدموها في الوصفة دي انا مستخدم الصدور زي ما انتوا شايفين كده بقطعها بالسكينة وبالشوكة بالشكل ده كده بسيطة خالص مش بتحتاج ان انا قطعها بإيدي ولا بشيء بالشوكة وبالسكينة بالشكل ده كده تعملوها يعني خطوط زي مثلا اقلام كده بسيطة زي ما انتوا شايفين كده ممكن تقطعوها كمان اصغر من كده او انحف من كده اقلبها بقى في الخلطة الحلوة دي الريحة فعلا ريحتها رهيبة واحط كمان معاها صلصة حرة ده اختياري ممكن تحطوا صلصة عادية بتديها طعم احلى للشوير ما بتدي طعم لازيز كده مش بتحبوا الحار زي ما قلتلكم ممكن تحطوا معلقتين من الصلصة اقلب المكونات دي مع بعضيها علشان تندمج معايا واغطيها بقى واسبها في التلاجة ساعتين او ممكن تسيبوها من بالليل لحد الصبح طبعا بيكون افضل وافضل دلوقتي نعمل مع بعض مخلل الخيار زي ما انتو شايفين انا جايب الخيار بالشكل ده مخلل سريع مش بيحتاج اي شي عندي ملح وكركم وكمون وكمان حطى شوية شطة وشوية سكر وشوية ملح كمان فصوص من التوم الخيار ده بيتخلل في ساعة واحدة بس انا قطعت الخيار بالشكل ده اجيب بقى العلبة او البرتمان اللي انا هحط فيه وابدأ احط ايه بقى احط الخيار اللي انا قطعته نحيف جدا كل ما بيكون نحيف كل ما بيستوي معاكم جدا بحط معاها بعض من الفصوص التوم ممكن تحطوا فلفل حار كمان بيديله ريحة وطعم حلو جدا بحط بقى باقي الخيار اللي انا عملته يعني اخد معايا تقريبا خيارتين بجيب معايا قد ايه يعني قد كوباية من المية المغلية اللي هي مية تكون سخنة جدا ليه علشان انا عايزها تسرعلي الخيار ممكن تحطوه كله على بعضي والدفوه تدوله غلوة واحدة بس على البتجاز لو انتو عايزينه بسرعة بحط كمان الخل بحط عليها بقى التوابل والحاجة اللي انا قلتلكم عليها الخل مادة حفظة بتحفظها لي وبتسرع كمان في عملية التخليل اقلب بقى المكونات اللي انا حطاها دي كلها تمام لحد لما تندمج مع بعضيها علشان طعم المخل اللي يكون كله فيه بقى ما بحطش ملح كتير يعني وطبعا الملح على حسب الرغبة واروح بقى افضيه على الخيار بالشكل ده كده يعني تملوها الحد اخرها الحد اخر كمية الخيار اللي انتو عامليها تغطوها طبعا اغطيه كويس جدا علشان طبعا اول لما يتغطى بيتكتم طبعا بيقعد الفترة دي بقول لكم في خلال ساعة ان شاء الله هتاكلوا احلى مخل الخيار انا بسيبه بقى يتخلل على راحته ونحطه مع بعض في الشاورمة ان شاء الله الشاورمة عندي زي ما انتو شفتوا كده بيتتهى من بالليل لحد الصبح ممكن لو انتو عايزينها سريعة ممكن تحطوا لها بهارات اسمها الخلونجان بيسرع التسوية يعني بيخلي الدجاج يستوي بسرعة دلوقتي بقى نحطه على النار انا طبعا حطالو زيت زتون فمش احط زيود تاني ممكن تحطولو زيت كمان زي ما بتحبو يعني تحطو بقى في الفرن او على البتجاز انا استسهلت ان انا احطوه على البتجاز بالشكل ده كده مش بياخد وقت كبير يعني وتلاقوه نشف وتحمر زي كده مخلل الخيار كمان جهز معايا وزي ما قلتلكم عملته في ساعة واحدة وهتاكلوا منه ان شاء الله تعملوه بقى المختلف الشاورمة شايفين الخيار ايه؟ اتخلل على طول سهل وسريع وكمان تلاقوه فيه ارشا كده لو انتو عايزين طبعا ان انتو مش هتاخدو كل الكمية دي في السندويتشات خلاص بتحتفزوا بيها في التلاجة مش بره التلاجة وبكده هيكون معاكم احلى مخلل الخيار لجميع السندويتشات او حتى للاكل العادي بجيب بقى خبز التورتلة وانا عملته معاكم في الفيديو اللي قبل كده وعملت كمان التومية بحط من التومية اللي عندي بالشكل ده ممكن تحطوا كمان كاتشب معاها بس 600 خلاص كفاية بقى حلوة جدا معا الشوارمة زي ما بيعملوها بره بالزبط الشوارمة العربي دي لزيزة جدا جدا سهلة وبسيطة كمان وبحط كمية الدجاج اللي عندي الشوارمة اللي انا عملاها بجد ريحة التدبيلة يعني رهيبة بجد بجد انصحكم ان انتو تجربوها واحط كمان معاها البطاطس المقلية او حطينها في قلاية احط بقى عليها مخلل الخيار كمان اللي احنا عملناه انا قطعته كمان بالشكل ده علشان يتناسب مع السندويتش والف السندويتش بقى كويس علشان طبعا ما يطلعش ايه من الجنبين ممكن تقفلوه من الجنبين وممكن تعملوه بالشكل ده الشوارمة العربي بتتقفل زي ما انتو شايفين كده وتتقطع بقى ايه قطع صغيرة ممكن تحطوها في التوستر شوية زي ما بره بيعملوها انا بوريكم ده كمان ده بنقطعو مع بعض والسندويتشات التانية ان شاء الله نحطها مع بعض في التوستر بالشكل ده كده اي اياس انتو بتحبوه عايزينها صغيرة وكبيرة زي ما بتحبوه طبعا التقطيع بتقطعوها ودولة كمان هحطوهم بقى في التوستر عشان يديلو ايه لون كده حلو من غير ما حط زيت ولا اي شيء تاني كده تمام معانا بيطلع بجد السندويتشات دي سهلة وبسيطة ولزيزة مش عايزين نقف في المطبخ كتير علشان الصيف فالاكلات دي بتكون سريعة وبجد سهلة وفيها كل القيم الغذائية ممكن الدجاج زي ما انتو قلتلكم يعني مش حطالو غير زيت زتون وزيت بسيط كمان ايه رأيكم بقى في السندويتشات الشاورمة العربي بجد توح فمن الاخر يعني جربوها بقى على طريقتي اكتبولي تحت في الكومنتات يارب تعجبكم ان شاء الله ويعجبكم كمان مخلي للخيار اذا عجبكم الفيديو متنسوش بقى تدعموني بلايك اشتركوا في قناتي للناس اللي مش مشترك عندي فعلوا الجرس كمان علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة